اشتركوا في القناة وضع الساعة والساحة وواجب الوقت الكفائي سنتحدث عن إسهام الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية الإسلامية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي للأوطان والأقطار سنتحدث عن المنتجات المالية والخدمات المصرفية التي تقدمها منظومة الاقتصاد الإسلامي وعقود معاملاته في هذا الإطار المبارك سنتحدث اليوم عن المزارعة على أن نتحدث اتباعا إن شاء الله تعالى في حلقاتنا المستقبلية عن أخواتها من المساقات والمزارعة وشركة الخمس نتحدث اليوم عن المزارعة وكتمهيد لذلك نتحدث عن الأمن الغذائي وأهمه وأهميته من الجانب الشرعي فقد امتنى الله تبارك وتعالى على أهل مكة وامتنانه عليهم امتنان علينا معسر عباده جميعا بتوفير لقمة العيش الكرمة فقال جل من قائل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وكان الآيات تشير إلى أن الأمن من الخوف يعدله الأمن الغذائي وهو أمر توصلت الدراسات البشرية إلى خلاصته ودقته وكذاب الله شهيدا ومن أصدق من الله قيل مفهم الأمن الغذائي عندما يتحدث المتخصصون المعاصرون اليوم عنه يتحدثون عن نقطتين إثنتين بهما تحقق الأمة أمنها الغذائي النقطة الأولى هو الكفاية والنقطة الثانية هي الكفاءة عندما نتحدث عن الكفاية نتحدث عن كفاية عن كفاية المعروض من الطعام والمخزون الغذائي للقطر وعندما نتحدث عن الكفاءة نتحدث عن جودة هذا المطعوم عن جودة نوعية هذا الغذائي كذلك فإذا تحققت كفاية الغذائي لدولة ما مع كفاءة هذا المنتج ونوعيته أضافة إلى كميته نكون أمام الحديث عن أمن غذائي أهمية الاكتفاء الذاتي للدول والأقطار والأمم عندما تكون في خطوات اكتفائها الذاتي وأمنها الغذائي فالدولة التي تحقق اكتفائها الذاتي من مطعومها على وجه الخصوص من غيائها على وجه الخصوص تضمن أولاً جودة هذا المنتج لأنها تزرعه بسواعد أبنائها وفي أرضها المعطاء وتشرف على مختلف جوانب إنتاجه وتخزينه وتوزيعه وهنا يبرز إسهام المنتج الداخلي في الأمن الغذائي من ناحية الكفاءة ومن ناحية الكفاية كذلك أهمية الاكتفاء الذاتي في المنتج الغذائي الزراعي كذلك انخفاض سعر هذا المنتج حيث إن المنتج القادم من خلف الحدود ستكون تكلفته عالية بينما المنتج الذاتي الداخلي ولنا في المنتجات التي قدمنا فيها أشواطاً مهمة أكبر مثال على ذلك إضافة إلى خفاض السعر المنتج الغذائي المنتج الداخلي أقصد وأهمية الاكتفاء الذاتي فيه نتحدث عن ملاءمة المنتج الغذائي للبيئة المحلية إضاءة فهذه المنتجات التي ننتجها من أراضينا ومن بيئتنا الخاصة ستكون أكثر ملاءمة لبيئتنا الغذائية ولعاداتنا الغذائية كذلك نتحدث عن القيمة المضافة التي سنجنيها من خلال منتجنا الغذائي الذاتي واكتفائنا الذاتي في هذا المنتج الزراعي المهم واعتبار ذلك خطوة من خطوات الأمن الغذائي المشهود نتحدث كذلك عن مهمات أخرى ليست مباشرة وإنما هي تأتي بالتبعية من بينها مثلا امتصاص البطالة حيث إن العناية بالزراعة والعناية بالاكتفاء ذاته زراعيا وغذائيا في بلدنا سوف يكون له أثره البارز في امتصاص البطالة وفي تشغيل الشباب وفي تقديم الخبرات اللازمة أيضا للمزارعين وبالتالي فإننا سنستفيد من تحقيق أمننا الغذائي واكتفائنا الذاتي غذائيا وزراعيا سنستفيد منه أيضا في امتصاص البطالة وتخفض مستوياتنا في هذا المجتمع المبارك سنستفيد استفادة استفادة نقدية مصرفية أخرى تتعلق بالسياسات النقدية وهي تتعلق بدعم ميزان المدفوعات لأننا سنستغني بالضرورة عن العمولات الصعبة الأجنبية التي كنا في حاجة إليها لاستراد المنتجات الغذائية فإذا حققنا أمننا الغذائي وحققنا اكتفاءنا الذاتي من الغذائي ومن المزرعات استغنينا عن الكثير من هذه العمولات الصعبة التي تؤدي إلى ضعف موقفنا في ميزان المدفوعات إذن هذه كلها مصالح مرسلة مناسبة لتصرفات الشارع رعايتها فهي بالتالي مرعية في الجانب الشرعي في الاقتصاد الإسلامي وفي المعاملات المالية الإسلامية عندما نتحدث عن المزارعة نتحدث وهي موضوعنا اليوم نتحدث عن أن المعاملات المالية الإسلامية أنها وفرت منظومة من العقود ومن المنتجات المالية التي شجعت بها المزارع وشجعت بها المستغمر في مجال الزرعة المزارعة مثلا وأخواتها كانت إنما أبيحت إنما أبيحت على خلاف الأصل أي أنها تتضمن شروطا وتتضمن أمورا تقتضي أن تكون ممنوعة فهي مثلا إجارة بمجهول والإجارة بالمجهول من الأمور المحرمة بيد أن الفقه الإسلامي بيد أن الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية الإسلامية قد تعاملت تعاطيا وتعاطت تعاطيا إيجابيا مع المزارعين ومع المستثمرين في مجال الزرعة لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأقطار التي يوجدون فيها باحت لهم ما كان غير مباح في الأصل فلو أجرينا مقتضيات المسائل الفقهية على المزارعة أو على أخواتها لو وجدنا أنها تتضمن إجارة بمجهول وهو أمر كاف لمنع عقد من أي عقد من عقود الإجارة المعروفة بيد أن الفقه الإسلامي والاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية الإسلامية كما أسلفت قد تعاطت تعاطيا إيجابيا لتشجيع المتدخلين في هذا المجال فأباحت لهم من العقود ومن المعاملات ما يسهم في تحقيق هذا الأمن الغذائي المنشود ومن خلال مدخله الأساسي الذي هو الاكتفاء الذاتي إذا تحدثنا عن المزارعة فإن مفهومها أن ندفع الأرض لمن يزرعها ويعمل فيها والزرع على أن يكون الزرع بين العامل وبين مالك الأرض بنسبة يتفقان عليها دعوني أضرب أضرب مثالا لتقريب المزارعة من الألهان لدي أرض بيضاء ليست لدي القدرة أو ليس لدي الوقت أو ليست لدي الخبرة لأقوم بزراعتها في هذا الموسم المبارك الذي نحمد الله تعالى ونشكره على هذه الأمطار التي امتلنا بها علينا ونسأله أن تكون أمطارا رحمة وبركة أقول ليست لدي الخبرة أو ليست لدي الوقت أو ليست لدي القوة لكنني أمتلك أرضا وهناك أخي مواطن آخر يمتلك الخبرة والوقت والقدرة على الزراعة فأباح لي الفقه وأباح لي الاقتصاد الإسلامي ومقتضيات المعاملات المالية الإسلامية أن أتعامل معهم بجسر هذه الهوة التي تفصل بين الخبير القادر ذي الوقت على الاستغلال على استغلال الأرض بالزراعة وبين الطرف الآخر الذي يمتلك هذه الأرض يمكن لي أن أتعاقد معهم على أن يزرع يقوم بزراعة هذه الأرض على أن تكون يكون الناتج بيني وبينه على نسبة نتفق نتفق عليها أنا وهذا العامل المبارك عندما نتحدث عن شروط المزارعة يشترط لها أن تكون الأرض صالحة للزراعة حتى لا نكون أمام أمر يضر بالعامل فإذا كانت هذه الأرض أصلاً معروفاً أنها أرض من السباخ أو من الأراضي التي لا تصلح للزراعة فإن تقديمها لعامل يتعب نفسه فيها دون كفاءة لهذه الأرض سيكون أمراً فيه من الإضرار ما يقتضي منعه وبالتالي فإن من شروط المزارعة أن تكون هذه الأرض صالحة للزراعة من شروطها كذلك أن يمكن العامل من الأرض أن لا أعقد معه هذا العقد ثم أضل بينه حائلاً بينه وبين ما يقدم في هذه الأرض ثانياً أن يتم تحديد جنس هذا البذر ونوعيته هل هو أرز هل هو نوع آخر من الزراعة أن نحدد نوعية وجنس البذر الذي سيستخدم في هذه المزارعة وإنما كان ذلك كذلك تضييقاً لهوة وتضييقاً لبحبوحة الغرر والجهالة من شروطها كذلك أن يتم تحديد مدة المزارعة هل هي في هذا الموسم وفي هذه الحملة الزراعية بالتحديد أم أننا نتحدث عن دورات متعددة الواحدة تلو الأخرى من شروطها كذلك أن يكون هذا الأجر بحصة شائعة وعندما يتحدث الفقهاء والقدامى عن الحصة الشائعة فإنهم يتحدثون عن ما نسميه اليوم بالنسبة المئوية مثلاً على لا يكون أجر العامل مئة كيلو جرام أو طنين مثلاً وإنما يكون الأجر نسبة محددة نسبة مئوية من المحصول الزراعي نتحدث أخيراً عن أوجه استخدام المزارعة كيف لنا أن نستخدم المزارعة الآن ما هي الأطراف التي يمكن لها أن تتدخل بهذا العقد وأن تكون الاستفادة متبادلة فيما بينها نتحدث عن أربعة أوجه من هذه الاستفادة نتحدث عن الأراضي الزراعية لدى المواطن غير الخبير كما أسلفت الذي يتعاون فيها مع أخيه المواطن للخبرة والكفاءة والوقت والقدرة فيقدم له هذه الأرض فيزرع فيها هذا المواطن ما يفيد الطرفين على أن يقتسما المحصول بينهما على النسبة المئوية التي اتفق عليها فيكون في المزارعة حلا للطرفين لصاحب الأرض الذي لا يمتلك الخبرة أو القدرة أو الوقت لاستغلالها وللطرف الآخر الذي يمتلك القدرة والقوة لكنه لا يمتلك الأرض فهذا وجه من أوجه الاستخدام ووجه من أوجه التعامل فيما بين المواطنين فيما بينهم انطلاقا من هذا العقد ومن هذا المنتج الفقهي الإسلامي الأصلي هناك وجه آخر ونحن نتحدث عن الأراضي الزراعية لدى المواطن غير الخبير الذي يتعاون فيها مع البنوك الإسلامية ومع المؤسسات الاستثمارية الإسلامية في مجال الزراعة وتحقيق الأمن الغيائي والاكتفاء الذاتي فيعطي هذه الأرض لهذه البنوك أو لهذه المؤسسات لتقوم بزراعتها واستغلاله لاستغلال الأمثل على أن يكون المحصول بين هذه البنوك وهذه المؤسسات من طرف وهذا المواطن الذي يمتلك هذه الأراضي على الطريقة وعلى النسبة المئوية التي سبقا أن اتفق عليها سلفا فتكون الاستفادة أيضا مزدوجة بين هذا المواطن الذي يمتلك هذه الأرض والذي يعجز عن استغلالها لأي سبب من الأسباب وبين المؤسسات المالية الإسلامية التي تحرص على الاستفادة من هذه الأرض دون الحاجة إلى تحمل مخاطر امتلاك هذه الأرض ودون الحاجة إلى استغلال سيولة عالية في الحصول على هذه الأرض وتملكها بوجه دائم لدينا وجه ذالث من الاستخدام وهي أن تكون هناك أراضي زراعية لدى هذه البنوك أو لدى هذه المؤسسات المالية الاستثمارية الإسلامية وتكون غير مستعدة للعمل في زراعتها وفي القيام عليها ومتابعتها بعيدا عن مخاطر السوق ومخاطر التشغيل فيمكنها أن تتعاون مع المواطنين وتعطيهم هذه الأراضي بنسبة من محصولها عن طريق المزارعة أخيرا هناك ربما نفترض أن هناك أراضي زراعية صالحة للزراعة وهي ملك عام للدولة فبإمكان الدولة كذلك أن تقتطع جزءا من هذه الأراضي للمؤسسات المالية الإسلامية والاستثمارية في هذا المجال عن طريق المزارعة أو أن تتعاون فيها كذلك مع الخبراء المواطنين الأفراد المهنيين ليزرع الطرف المزارع عليها على أن يكون المحصول بين الطرفين بالنسبة التي يتفق عليها الطرفين وهنا تتحقق المصلحة المزدوجة هي بقاء على أرض ملكا للدولة جزءا من أملاك الدولة من ناحية ومن ناحية أخرى تكون استفادة المواطنين الخبراء منها واقعا عمليا ويكون كذلك استفادة المخزون الغذائي للدولة الدولة وبنك الغذاء الذي يحقق الاكتفاء الذاتي ويحقق بالنتيجة الأمن الغذائي للوطن والمواطن إلى هذا الحد مستمعنا ومشاهدنا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة المباركة المباركة يسعدنا أن نستقبل استفساراتكم وملاحظاتكم واسئلتكم على صفحة الموريتانية الظاهرة على الشاشة وكذلك على صفحة معد ومقدم البرنامج الظاهرة على الشاشة كذلك إلى أسبوعنا القادم هذه تحياتي وتحيات فريقي الفريق الذي أشرف على هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة